اشتركوا في القناة ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الناس كلوا من رزق الله الحلال الذي أباحه لكم مما في الأرض وكلوا من الرزق الطيب وهو الطاهر غير النجس والنافع غير الضار وإياكم وأن تتبعوا قطوات الشيطان في التحليل والتحريم والبدع والمعاصي إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة منذ آدم وإلى قيام الساعة كان المشيكون قديما يتبعون خطوات الشيطان فكانوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال فكانوا يأكلون الميتة والدم ويحرمون من الأنعام ما هو حلال فلو عقل الناس هذه الشريعة السمحة لآمنوا بالله وبالطبع كلنا نعلم أن صورة البكرة صورة مدنية وغالبا ما تخاطب المؤمنين للتشريع فلماذا خاطب الله عز وجل عموم الناس في هذه الآية وقال يا أيها الناس لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يشير إلى عطاء الرجوبية وهو ليس حكرا على أحد فهو لجميع المخلوقات ولجميع الناس مؤمنهم وكافرهم وبالطبع فإن من مصلحة الكافر وإن ظل على كفره أن يتبع شريعة المسلمين في المأكل ولا يخفى علينا جميعا الأثر الضار لأكل لحم الخنزير وغيره من الضار غير النافع وما أجمل الشريعة الإسلامية التي تزيد لنا الحلال الطيب وتنهان عن الحرام والخبيث والقذر وقد يكون الطعام حلالا في ذاته ولكنه محرم علينا ويكون ذلك إذا كان فيه تعدي على حق من حقوق الله أو على حق من حقوق الناس فما أخذ غصبا من إنسان فهو حرام وما سرق من إنسان فهو حرام وما كان نتيجة لمعاملة محرمة كالربة فهو حرام ولننتبه جيدا كما أمرنا الله عز وجل بالأكل أمرنا بعدم الإصراف في الأكل والشرب وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان في المأكل لأن كل حرام فهو بالضرورة دار أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بضرع وملح والضرع هو جزء من الشاه فأخذ يأكل هو وأصحابه فاعتزل أحدهم فقال له أصائم أنت فقال لا ولكني حرمت على نفسي أكل الضرع أبدا فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ذاك من خطوات الشيطان فقل وكفر عن يمينك أحذر جيدا من خطوات الشيطان فيتبدأ بخطوة يسيرة في صغائر الظنوب ثم يأدفها الإنسان بويدا رويدا فينتقل إلى دم أكبر ثم يصل إلى الكبائر وينتهي به الأمر إلى الكفر والمقوث في النار إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة للإنسان لا يقبل إلا أن نكون من أصحاب السعير أعذن الله منها اللهم أمين جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر